بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع والنهاردة قدر الإمكان أن نحاول نلم كل الأحداث الرياضية المثارة على الساحة وفي السوشيال ميديا وفي المواقع وفي البرامج عندنا ملفات كتيرة هنتكلم عليها النهاردة نهاردة النادي الأهلي بتأكيد بيستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل يمكن خلاص 48 ساعة والفريق هياخد مباراة همة جدا في الدوري العام والعودة من جديد للمشوار المحلي المباريات المحلية المنافسة على النقطة والثلاث نقاط الأخطاء التحكمية مشكل كتير أكيد كنا يعني بقى أننا كتير نسينها شوية بسبب ارتباطنا بالبطولة الإفريقية والحمد لله الأهلي نجح أنه يحقق اللقب في 25 من شهر مايو الماضي هنتكلم كلام النهاردة على منتخبنا الأولمبي خلاص هنتكلم في أقل من شهر والمنتخب هيسافر إلى باريس للمشاركة في الألعاب الأولمبية وثلاث مباريات همة جدا في دور المجموعات في الدورة الأولمبية هنتكلم النهاردة على المنتخب الأولمبي هيبع عندنا تفاصيل على القيمة اللاعبين متى يتم إرسال قيمة اللاعبين متى يتم تحديد قيمة اللاعبين الكبار اللي فوق 23 سنة عشان يشاركوا مع المنتخب كل دي تفاصيل النهاردة كمان هنتكلم فيها كمان هنتكلم على ملف التحكيم نرجع بقى لمرجوعنا القديم اللي كنا دايما بنركز عليه وقت ما بيكون فيه مشاكل بيواجهها الأهلي في الدور العام فيه مشاكل بتحصل دلوقتي صحيح ممكن ما تكونش مرتبطة بالأهلي ولكن محدش عارف بعد يومين ثلاثة لما نبدأ مشوار الدوري اللي بيحصل دلوقتي هينعكس بالسلب على الأهلي في الدوري ولا لأ لأن النهاردة عندنا وقعة غريبة جدا حصلت في تعينات مباريات دورة الترقل الممتاز أو دور المحترفين وفي نفس الوقت الوقعة ليست الأولى ولم تكن الأخيرة وكان هناك أكتر من وقعة في الفترة الأخيرة فملف مهم جدا هنتكلم عليه النهاردة لأن التحكيم أصبح من العناصر المهمة جدا في حسم بعض المباريات وفي حسم ألقاب وبطولات مش بتكلم بس في مصر ده حتى خارج مصر حلقة العادة يا أنا هيكون فيها كواليس وتفاصيل مهمة زي ما أنتم متعودين من خلال برنامج الترند على شاشة طاقنات الأهلي ولكن أبدأ مع حضرتكم برسالة وليس سؤال هطلب من كل الناس اللي بتتابع برنامج الترند والبالتأكيد متفاعلين معنا من خلال السوشيال ميديا توجه رسالة للعيب الأهلي قبل استئناف بطولة الدوري يوم الجمعة الرسالة اللي تحب توجهها للعيبة في التوقيت الحالي وكمان فرصة نعرف منكم توقعاتكم لمباراة الأهلي وفرقوا يوم الجمعة فرصة كل واحد يدخل ويشارك معنا عشان نستعرض أكبر قدر من قراءكم ورسائلكم كمان في الجزء الأخير من برنامج الترند وبالتأكيد صفحات القناة السوشيال ميديا فيها مساحة للتعليق والرسائل على هذا الموضوع لكن نبدأ دلوقتي حاليتنا بأهم العنوان البداية في ترند الأهلي الفريق يواصل الاستعداد لمواجهة فرقه وكمان انتظام الدوليين في التدريبات غدا وفي الترند المحلي ميكالي يفاضل بين ستة أسماء للمشاركة في الأولمبياد تفاصيل كتيرة وموضوعات مختلفة ولكن بعد الفصل أبدأ مع حضراتكم بآخر خبر منذ قليل اتحاد الكرة يمكن حدد بشكل رسمي المباراة المؤجلة في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر في الموسم الحالي يمكن حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات موعيد المباراة المؤجلة في دور الـ 32 لكأس مصر وجاءت كالتالي زي ما قدامكم هي على الشاشة يمكن الكلام ده يمكن منذ قليل من دقايق وليلة جدا وأنا معكم على الهوى وجنة البيان الرسمي مباراة الأهلي والألمونيوم اللي تم تأجيلها بسبب الأجندة الدولية تم تحديد موعدها المباراة تقام يوم الجمعة 19.07 على استاد القاهرة الساعة 8 مساء بإذن الله يبقى مباراة الأهلي المؤجلة مع الألمونيوم تم تحديد موعدها يوم الجمعة 19.07 على استاد القاهرة الساعة 8 مساء طبعا واخدين بنا أن المباراة يتحدد موعدها بعد التسع مباراة اللي تم ببرمجتها في الفترة الأخيرة بتسع مباراة حتى 12.07 بختام المباراة مع بيراميدز المباراة الكاز دي هتتلاعب بعد المباراة اللي هتتحدد أو اللي هتحددت في الدوري الفترة الأخيرة وبالتالي دي مباراة في الكاز هتتحط ما بين المباراة المتبقية في الدوري يعني لما يوصل إلى 12.07 هيكون لعب في الدوري حوالي 24 مباراة هيتبقالوا حوالي 10 مباراة في الدوري ما بين العشر مباراة خلاص تحدد أن في مباراة في الكاز يوم 19.07 مع الألمونيوم على استاد القاهرة يوم 19.07 في نفس الإطار بيراميدز هي لعب نادي النصر يوم الاتنين 15.07 على استاد الدفاع الجوي الساعة 8 بالليل أيضا ويوم الخميس 18.07 الزمالك هيلعب بروكسي على استاد القاهرة الساعة 8 مساء طبعا كلنا عارفين أن لو انتهى الوقت الأصلي التسعين ديئة بالتعادل هيتلاقي بوقت إضافي مدته نص ساعة على شوطين ولو انتهى الوقت الإضافي بالتعادل تطبق قاعدة رقالات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز والذي يصعد للدور التالي طبعا النادي الآلي هو صاحب الملعب والمباراة فيرتدي الزي الأصلي وفريل ألمونيوم لو هيرتدي التيشيرت الأحمر يغير ويلبس بقى الزي البديل طبعا بيقولك اعتبارا من مباراة دول الـ 32 يتم صرف بدلات الحكام ومراقب الحكام من الأندية باستثناء المباراة النهائية على فكرة الكلام ده بيحصل كل سنة مش جديد يعني أنا برضو كنت شوفت ناس متضايقة من القصة دي وإزاي الأندية بتدفع فلوس الحكام في دور الكاس أو ماتشاط الكاس الكلام ده بيحصل على طول إلى أن تصل للمباراة النهائية بتبقى كل التفاصيل من خلال اتحاد الكرة ولكن في نهاية برضو اتحاد الكرة بيحمل الأندية عباء مالية يعني بيقولك النادي المذكور أولا هيبقى مسؤول عن الواحة التنظيمية سيارة الإسعاف وصيانة الملاعب والمنظمين وإيجار الملعب وكل حاجة يعني الأهل مثلا هيتحمل إيجار ملعب السادة القاهرة ويتحمل إيجار سيارة الإسعاف والمنظمين والضياف ويتحمل كمان بدلات الحكام ومرقب الحكام طب أنا في مسابقة الكاس أساسا يعني المداخلي الملالي تجيلي عشان أدفع المصارف دي كلها عشان الماتش على الأرض ما قال الاتحاد هو اللي بنظم مسابقة الكاس وإنت عندك شرق رائع على مسابقة الكاس فالطبيعي إن كل دور في المسابقة بتدي فلوس للأندية هي بطولة الكاس مش الفكرة إن أنا أوصل المباراة النهائية وسواء المباراة النهائية ودي البطل مبلغ ما فيه فرق بتلعب بالـ 32 والـ 16 والدوري الثمانية والـ 20 فينال برضو نظرة اتحاد الكرة لبطولة الكاس لازم تبقى أعمق شوية ويكون فيها مكاس بمالية وتجارية للأندية ما أنت بتكبرني على المشاركة وادفع كل المصاريف دي حتى مصاريف الحكام عشان أوصل فينال طب وفي الآخر هتديني كام بقى جالك عرضي يبقى كويس ما جالكش عرضي في الآخر بقى أنا دفعت الفلوس دي كلها لمسابقة المفوض الاتحاد الكرة واللي أصرف عليها مش أنا كنادي اللي أصرف عليها فأنا مش عارف الاتحاد برضو بيتعامل في ملفات غريبة بعقلية التسعينات بصراحة الناس ما تزعلش مني دي تفاصيل اتكتبت في التسعينات ما يفعش تتكتب في عشرين أربعة وعشرين يا جماعة يعني الاتحاد مسؤول على المصابقة الكاس الأندية تتحمل كل ده ليه الكلام ده آه بيحصل مش أول مرة بقى له أكتر من سنة بس الناس لازم تغير بقى لازم تواكب العصر اللي احنا فيه فيه أندية بتلع معك في الكاس والمسابقة دي انت بيتم تسويقها بأرقام مالية كويس ادي للأندية فلوس يعني كل دور ليه فلوس دور الـ 32 مثلا 300 ألف جنيه وصلت الدور الـ 16 500 ألف وصلت الدور الثمانية وصلتها مليون وصلت سيمي فاينال 2 مليون بطل الكاس يبقى رقم أكبر من كده خلي المسابقة ليها قيمة ولها طعم والناس تحس ان ليها أهمية يعني يكفي ان المسابقة اساس ما بقىش ليها علاقة بالبطولة القرية دلوقتي أي بطل لكاس مصر ما بيلعبش في أفريقيا لأن البطولة دي فيها دي ليه سنة يعني أعظم من أهمية البطولة الوحيدة اللي عندك ده انت ما عندكش غيرها يعني كاس الرابطة مع الرابطة الدوري مع الرابطة ما عندكش غير دي ما علينا طيب وإحنا لسه في مجال اتحاد الكورة عندي ملف تاني مهم جدا وهو ملف التحكيم احنا خلاص بقى مقبلين على مباراة محلية ومحتاجين نركز قوي في الفترة اللي جاية في الدوري واولى المباراة للنادي الأهل هتكون يوم الجمعة اللي جاية مع فرقه بس طبعا لسه مش عارفين من طاقم التحكيم وبنتمنى التوفيق لأسرة التحكيم بشكل عام وبنتمنى التوفيق لللجنة إنها تبدأ بقى تركز وتسيمها بقى من الويك اند اللي كتعايش فيه الفترة الأخيرة وتاخد بالها بقى من اللي جاية لأن اللي حصل الفترة اللي فاتت بصراحة أنا كنت بتابعه كده من بعيد وما كنتش عايز أتكلم عليه وساكت وبتفرج عشان محدش يقول إحنا بنصطد على الوحدة أو أقفل لكم على الوحدة أنا كنت بتفرج من بعيدة هو بس إحنا دلوقتي راجعين للدورة يوم الجمعة وانبارح كده والنهاردة حصلت لقطة ماينفعش بقى أسكت عليها لا لازم بقى نتكلم ليه هنتكلم أصلي لما يبقى عندك مباراة في دورة كده بص أحكي القصة من أولها يعني في دورة بتتلعب دلوقتي ما بين أندية صعدت من القسم الثالث مع نادي حرس الحدود من القسم الثاني يعني فيه الحرس فيه الترسنة فيه سبورتنج فيه منتخب السويس بيلعبوا مباراة كل أسبوع كده دورة لتحديد بطل هذه الدورة البطل ده اللي هيتأهل للدور الممتاز السنة اللي جاية بإذن الله أندية كلها كبيرة وأندية عريقة ولها باعة طويل جداً ويمكن أنا كان لها الشرف إن أحضر إحدى هذه المباراة والجمعة اللي فاتت كنت موجود في نادي الترسنة بشاهد وبتفرج على مطش الترسنة مع سبورتنج طيب لو برضو قبل ما نخش في مجال التحكيم لو ههديكوا كده تفاصيل عن البطولة ديت أو الدورة اللي بتتلاعب دلوقتي مثلاً حرس الحدود دلوقتي حالياً في الصدارة بسبع نقاط الترسنة في المركز التاني بأربع نقاط سبورتنج في المركز التالت بأربع نقاط السويس في المركز الرابع بنقطة كل فريق من الفرق الأربعة لعب لغاية دلوقتي تلت مباراة على الشاشة هو ده ترتيب الدورة والمجموعة اللي بتتلاعب دلوقتي عشان يتحدد منها بطل يتأهل ليه الدوري الممتاز أوكي الحرس في الصدارة 7 الترسنة وسبورتنج 4 والسويس نقاط في مطشات النهارده بتتلاعب في الجولة الرابعة في الجولة الرابعة من أصل 6 مباراة هتتلاعب سبورتنج والترسنة بيلعبوا دلوقتي والسويس والحرس أيضاً بيلعبوا المباراة بدأت الساعة 5 طبعاً الجو حر جداً ما علينا مش هنخش في قصة الأجواء وبتاعهم خلاص حددوا المطشات كلها الساعة 5 ولو إن الجو قاتل بصراحة يعني حتى الدورة مش عارفين يسوقوا حتى بشكل كويس طيب نروح بقى للجزء الأهم من حوالي أسبوعين إحدى هذه المباراة لجمة الحكام بعتت حكمين في نفس المباراة بعتت الكابتن أمين عمر والكابتن نادر أمر الدولة بعتتهم لمباراة واحدة طبعاً الاتنين اتقابلوا في الملعب وتقابلوا في قط اللبس بتاعت التحكيم فكات مفجأة بالنسبة لهم هو من اللي عنده المطش يا كابتن أمين انت عندك المطش قال له أقال لجنة بلغتني يا كابتن نادر انت اللي عندك المطش قال له أقال لجنة بلغتني اعتاري وقتها الكابتن محمد فاروق بلغ نادر ونسي يتصل بيه ويكنسل لأنه خلاص بريرا بلغ أمين عمر بعد المشكلة دي واللي اللجنة لم تعتذر عنها والتحاد الكورة وقف بيتفرج زينا زيكم ودي برضو حاجة يعني غريبة جداً انا مش عارف الاتحاد ده برضو بيشتغل ازاي بصراحة في الملفات اللي زي دي قلنا خلاص بقى الناس هتركز وبريرا قال لك ايه محدش يدخل في التعينات أنا اللي عين قلنا ماشي يا عم عن ارفع لك القبعة عين انت بنفسك ولما نشوف تعيناتك لقينا اتحاد الكورة مبارح على صفحته بيعلن ان مباراة سبورتنج والترسنة اللي تتلعب دلوقتي هيدرها الكابتن محمد معروف أنا شكت في نفسي اهو دي مباراة لا دي مباراة الجمعة اللي فاتت دي اللي أنا حضرتها على فكرة في ملعب الترسنة كانت الترسنة وسبورتنج قدرها برضو محمد معروف تعالوا بقى للتعينات اللي بعدها اهي على فكرة هو نفس التعيناة بس بغير التاريخ اللي اربع النهاردة اتنشر ست برضو محمد معروف طب لما حسوا ان هم غلطوا بس انا اقول لكم دلوقتي غلطوا ليه بص بقى التعينات اللي بعدها شالوا محمد معروف وحطوا محمد يوسف يا مستر بريرا انا لازم اتكلم بقى ما انت داخل على مطشاط الاهلي الفترة اللي جاية ركز بقى سيبك من اللابتوب شوية وركز بقى بتعينات الحكام يعني سيبك بقى من التفاصيل اللي انتو بتعملوها في الفترة الاخيرة والاجهزة اللي بتشتغلوا عليها وركزوا بقى في تعينات الحكام هي الفكرة ان مش محمد معروف اعتذر او في حاجة فتشاله وتحط محمد يوسف ده وارد في اي حتة ولكن محمد معروف الرجل في جنوب افريقيا يعني اللجنة مش عارفة ان عندها حكم دولي بيدير مباراة في تصفيات كاس العالم دي تبقى كرسة يعني دي تبقى كرسة لو اللجنة ما عنداش فكرة ان عندها حكم في جنوب افريقيا بيدير مباراة في تصفيات كاس العالم ما بين جنوب افريقيا وزنبابوي انا شكت في ناء انا امبارح يمكن بعدت رسالة للكابت المعروف بتطمن عليه وعمل مباراة كبيرة مبارح ما بين جنوب افريقيا وزنبابوي وبتطمن عليه وصل القاهرة امتى ان شاء الله بنتطمن اللي حكمنا continuous حكام جميعنا عندنا تلات حكام عملوا مباراة على اعلى مستوى امين عمر ومحمد معروف وكمال محمد عادل عادة المبارح كان عنده مباراة ديربي ما بيني الكاميرون وأنجولا ومطش دار بنار ما بيني الفرقتين يعني الحكام المصريين تلت حكام بيديروا تصفيات كس عالم ما فيش دولة في أفريقيا عندها تلت حكام فمصر عندها تلت حكام مباراة قوة جدا جنوب إفريقيا وزنبابوي مالي وغانا أنجولا والكاميرون ده مطشات كس أمم مش تصفيات ده مطشات تقيلة مش بقول مثلا تونس ونبيبيا أو السودان وجنوب السودان لا مطشات تقيلة فعندنا حكام نرفع لهم القباء عملوا تصفيات على أعلى مستوى وعادروا مباراة على أعلى مستوى فبنتطمن عليهم بنتباحهم دورنا الإعلامين نتطمن عليهم فمعروف لسه في بريتوريا بعد ما كان بيدير المباراة في بلوفونتين ولسه هيوصل بكرة الصبح بكرة الفجر فإزاي ياخد ماتش زي ده فطبعا اللجنة تدركت الموقف على طول فشالت معروف وحطت الكابتن محمد يوسف طب يا جماعة يعني انتوا بعدتوا حكمين في ملعب واحد واللجنة أخطأت ويمكن بعدها حتى اللجنة قالت لك احنا مبلغناش نادر طب حولت نادر أمر الدولة للتحييق لا ما حولوش للتحييق بقى تاني يوم كان نادر في معسكر السويس ده أكبر دليل إن اللجنة اللي غلطت مش الحكام اللي غلطه طب دلوقتي انتحادت محمد معروف شلت محمد معروف لعشان راجل موجود في جنوب إفريقيا ايه يا جماعة انتم مش مركزين ليه ايه الضغوط اللي عليكم عشان تخليكم مش قادرين تركزوا تعينوا حكام في دورة بتأهل الممتاز أمال هتعملوا في الممتاز اللي جاي ده انت دخل على ما ما يطبطش أهل وزمالك وأهل وبيراميدز والأهل طالب حكام أجانب وفيلم كبير هتركز وتشتغل ولا بدري بدري كده بقى نشوف اتحاد الكرة هيتعامل إزاي مع ملف التحكيم الفترة اللي جاية أنا الفترة الأخيرة لو تاخدوا بالك وبقالي أكتر من شهر ما بقربش من ملف التحكيم بتفرج من بعيد بس على مدار الشهر ده حصلت كوارث آخرهم كارثة النهاردة هو حكم بيحكم في جنوب إفريقيا اتحط في بطش النهاردة في الممتاز به إزاي ما تعرفش مين المسؤول عن ده ما تعرفش فين اتحاد الكرة ما تعرفش الناس عاملة نفسها مش شايفة حاجة ومش واخدة بلا من حاجة بطش الأهل وفارقوا عايزين بقى حكام دوليين مش عايزين بقى الحكام اللي كان بيتم التجارب واختياراتهم كده عشان نشوفهم عشان نقول في آخر السنة احنا طلعنا عشرين حكم صاعد مش على حساب النادي الأهلي فانت المتشاط اللي جاي عايزين حكام دوليين الأهلي طلب حكام أجانب وهيطلب حكام أجانب في بعض المباريات بيريرا مالوش الحق انه يقول آه أو لأ فيه ليحة والاتحاد هينفزها فاللجنة تشتغل اللجنة تركز الفترة اللي جاية العين هتبقى في وسط الراس للتركيز معاكم لان احنا شايفين أخطاء لتصدر من ناس بتشتغل في كي جي وانا تحكيم مش ناس المفروض كان حكام دوليين سابقين وناس في اللجنة بقى لهم سنين والأعضاء المصرين اللي في اللجنة انا باعتبرهم جزء من الموضوع مش بيريرا لوحده الراجل لو مش واخد باله أعضاء اللجنة فين ده معنى كده حتى ان اللجنة مش بتجتمع وهي بتحط التعينات يعني الراجل ممكن يكون قاعد بقى مسك اللابتوب كده بيتفرج او بيعمل حاجة ومش واخد باله ومش مركز حتى حكم مكان حكم يلا يا باشا بقى روح المطش تلاقي حكمين موجودين ممكن تروح المطش ما تلاقيش حكم اصلا جيه وتلاقي القصة زي ما انت شايف ايه اللي انتو شايفينه دلوقتي على الشاشة فما ينفعش مش عايز اخش بقى في تفاصيل معسكر السويس وانا عندنا حكام كانوا بيديروا تصفات كاسعالم وبريرا بيقول لهم اعملوا تلاتين ثانية اعلونوا فيه اعتزالكم يعني ده كلام يعني ما تزعلوش مني اللي بيحصل في مجال التحكيم دلوقتي ده ما ينفعش ما ينفعش يا ام ييجي بقى ناس خبراء اجانب بجد ليه علاقة بالتحكيم بجد تدير المسألة دي يا ام يشوفوا حل الموضوع ده حد يقعد مع بيريرا حد يشوف القصة دي احنا مش هنسمح بغلطة في الدوري المطشات اللي جاية مش مطشات دوري ده مطشات كقوس حكام راحين تصفات كس عالم تطلب منهم بيان اعتزال دولي ايه الكلام ده في نص الموسم ده احنا انتقضنا يعني ابراهيم نور الدين لما جي في بداية الموسم قالك انا معتزل والديتو مطش قاله زمالك تيجي انت تطلب من حكام دوليين راحين تصفات كس عالم اعلام بيان اعتزال وحنا لسه في نص الموسم طب هو لو مش وسمع كلامك ببيان الاعتزال ده انا هقبل ازان ده يجي حكم المطشات في الدوري مهمة وخلاص الرجل اعتزل اللي بيعتزل ده خلاص مش بسس بقى للشغلانة ولا للتحكيم فحتى ادارة الملفات جوة لجنة الحكام بتصير الدهشة والتعجب بنحط مليون علامة استفهام فرسالة اخيرة للجنة ولفيتور بيريرا ولأعضاء اللجنة وللسادة اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورة ارجوكم بقى ركزوا في الملف ده كفاية كم الاخطاء اللي احنا بنشوفها بيتحط في مطش النهاردة في سبورتينج وهو اصلا في جنوب افريقيا الحاجات دي كفيلة مش بتغيير لجنة ده كفيلة بتغيير التحاد بالكامل فالملف ده النهاردة هنبدأ نتكلم عليه واللي جاي لو هيحصل غلط مش هنسكت عنه المطشات اللي جاي عايزة حكامها لأعلى مستوى حكام دولينا لأعلى مستوى حكام اجانب الاهلي يطلبهم يكونوا موجودين في بعض المبارات اللي هيتطلبها النادي الاهلي في الفترة اللي جاي مش عايزة اتكلم تاني على المعاصخر السويس لان في حاجات فنية حصلت فيه ربنا يسطر في مطشرة الدور اللي جاي لان المفاهيم والقوانين بتتشرح غلط للأسف سهلا الخير زميل عزيز محمد تحياتي ليك ولكل مشاهد القناة هنا دي الاهلي في كل مكان بالطبع محمد زي ما اذكرت الفريق هنا باستعد على قدم الوصاق لمبارات فاركو واستئناف في المنافسات المحلية عاقب طبعا الاجندة الدولية ومن قبلها نهاية دورة بطلق افريقيا والتتويج بالنجمة الاثناشر يمكن الفريق محمد على طول كل اللاعبين موجودين بالفعل داخل غرف الملابس على طول تعالف تدريب ستة يبقى اللاعبين موجودين يمكن من اربعة ونص كمان قبلها بساعة ونص على الأقل بعض اللاعبين طبعا موجودة في الجيم بتعمل بعض التقويات أو حاجات طبعا طبقا للقراءات والأداء البدنة لللاعبين بالتنصيق مع الجهاز الفني من بعدها ان شاء الله هيبقى فيه محاضرة مع مستر مارس الكولر في أرض الملعب ومن بعدها عطول هبتلي التدريبات الفنية في الملعب بداية من التدريبات البدنية من بعدها تدريبات الكورة واختتام التمرين بتأسيمه وبعض الجمل اللي مستر مارس الكولر شغال فيها مع اللاعبين عليها هذه الفترة لتطبقها ان شاء الله في مبارات فاركو وما بعدها من مبارات متتالية زي ما تذكرت محمد بيستمر النهارده الراحل للعبين الدوليين اللي كانوا منضمين لمنتخب مصر وكمان بس التويم لسه ما وصلش خاصة انه كان بلعب مباراة مبارح من منتخب زبابوي مع فريق جنوب أفريقيا فلسه هو الآخر مش موجود فيه تدريبات بإذن الله رب العالمين هيكون موجود فيه تدريب الأخير بكرا ان شاء الله اللعبين الدوليين الفريق هيتضرب على ملعب مختلفتش هنا بالجزيرة ومن بعدها عطول محمد بيبقى اليوم على طول اللي هو قبل المعسكر بيوم بيكون التدريب الأساسي ولكن طبعا هيتم تأجيل دوت ليه التدريب غدا عشان الفريق يكون مكتمل كمان هيكون فيه محاضرة فيديو للجهاز الفني بجهاز مستر مارس الكولر مع اللعبين غدا إن شاء الله للحديث بقى على كل الجوانب الفنية والتركيز في مباراة فاركو بشكل خاص والتركيز على طريقة لعب فريق فاركو نقاط القوة نقاط الضعف مفاتيح اللعب وكمان الخطة للمستر مارس الكولر ينوى إن شاء الله تطبقها في المران النهاردة اليوم التاني على التوالع محمد وسامة أبو علي موجود في غرف ملابس فريق النادي الأهلي بيؤدي برنامجه التأهيل والعلاجي والجلسات الخاصة به داخل غرف الملابس اتمنت من الدكتور أحمد جبال قال له كل الأمور مطمئنة بإذن الله رب العالمين وممكن هو حالا دلوقتي فيه اجتماع مع مستر مارس الكولر كعادة بقى النادي الأهلي كلام محمد بقى فيه اجتماع ما بين مستر مارس الكولر دكتور أحمد جبال رئيس الجهاز الطبي والأجهزة المعاونة كلها الجهاز الفني والإداري كل يوم بيبقى فيه اجتماع تنصيق العمل كمان عشان الفترة الجاية سواء فيه أي مباريات أو أي معسكرات بيبقى أول بأول على طول مستر مارس الكولر بيتكلم مع الجهاز بشكل يومي للوقوف على البرنامج حالا أنا بكلمة والوقت محمد يمكنني خلاص الملعب أو ملعب مختلف تيتش زي يعني خلية النحلة زي ما بنقول اللوات التدريب موجودة كل حاجة موجودة الملعب بيتقهب إن شاء الله لنزود أبطال أفريقيا لتأدية مرانهم إن شاء الله لاستعداد المباراة فاركو كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن الله أداء ونتيجة يرضو جمهور النادي الأهلي يكون أقوى عودة لبطل أفريقيا إن شاء الله للمنفسية المحلية طيب توفيق برضو طوال التسعين دقيقة وبعد المباراة في المؤتمر الصحفي هوجو بروس قال إن في إصابة عضلية بيعاني منها بيرس تاو بعد المباراة السابقة اللي كانت بين جنوب إفريقيا ونيجيريا في نيجيريا هل في معلومات بخصوص إصابة بيرس تاو هل في تفاصيل عرفتها من دكتور أحمد جاب الله لو عندك أي تفاصيل أكيد نسمحها منك دلوقتي إلا الآن محمد ما فيش أي معلومة ولكن أوعدك على طول لأول ما التدريب يبدأ هنتكلم مع دكتور أحمد جاب الله في هذه الجزئية واناك المعتاد ونظام العمل داخل النادي الأهلي زي ما حصل حتى مع وسامي والكلام لقبل كده محمد إن في أي إصابة بيتم التواصل بين دكتور أحمد جاب الله والطبيب المخص نقول عن الفريق أو المنتخب اللي اللاعبين بيلعبوا فيه فأكيد لو في حاجة زي كده فكابتين أحمد أو دكتور أحمد جاب الله على طول تواصل أكيد مع الجهاز الطب المنتخب جنوب أفريقيا وأكيد أول ما يوصل كمان بيرستاو هيتم توقع الكشف عليه وطبعا نشوفوا الإيرايات بتاعة المجهود البدني والعضل بتاعه هبقى فيه طبعا كشف هنا داخل النادي الأهلي ولكن إن شاء الله تكون بسيطة طبعا هننتظر لسه دكتور أحمد جاب الله والتأكد معلومة وأكيد على طول فهو يوصل بيرستاو هيتطلح كل أمور ولكن بالطبع محمد كمان حتى لو ما فيش إصابة صعب جدا لحقوا بين مباراة فرق ولكن إن شاء الله يكون يعني حتى لو في إصابة تكون بسيطة وبإذن الله يكون موجود فأعرف فرصة مع الجهاز الفني واللعبين خلال الفترة القادمة وبإذن الله طمينك عطوه من دكتور رحمة جاب الله ونسأله عن هذه الجزائية بإذن لرب العالم بإذن الله زي مننا محمد توفيق مفد قناة الأهلي من مقر نادي الأهلي بالجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات الخاصة باستعداد الفريق لمباراة فرق وعايز أعكد لحضراتكم كده احنا لما نيجي نلعب مع فرق يوم الجمعة 14-6 مبدئيا يعني يعني معلول وسام أبو علي مش موجودين في أول لقاء يوم الجمعة برسي تاوي يمكن طبعا لسه هيوصل بكرة الصبح مش بعيد يكون جاي على نفس الطيار على فكرة اللي جاي عليها محمد معروف وطاقم التحكيم المصري اللي كان موجود في جنوب إفريقيا طاقم تحكيم مصري محمد معروف ساميها لها ليوسف البساطي محمود داناجي جايين من جنوب إفريقيا هم اللي بيديروا المباراة فأعتقد يعني هيكون على نفس الطيارة اللي هتوصل فجر الخميس ولكن لما يوصل برسي تاوي فجر الخميس والجهاز الطبي يطمئن عليه لو لقدر الليه فيه إصابة أكيد مش هيكون موجود في مطشف فرق حتى لو ما فيش إصابة إمكانية الدفع به والتواجده في مطشف فرق هيبقى صعب جدا لأن التوقيت ما بين المباراة الأجندة الدولية وعودة الفريق للمباراة الرسمية في العام اللي جاية وقت دايق جدا عشان كده حتى مرسو كولر النهاردة قد أجازة يوم زيادة للعيبة الدوليين وبقر هيكون التدريب الأخير والسفر إلى معسكر برج العرب يعني حتى اللعيبة الدولية مش هتتمرن مع كولر إلا تدريبها واحدة بس قبل مطشف فرق الرجل ما شافش اللعيبة من يوم 25-25 لغاية يوم 13-6 بنتكلم في 19 يوم اللعيبة مش معاه ومشتغلش معاهم في أي أمور فنية فترة راحة أجندة دولية راجعين قبل مطشف فرق بـ 24 ساعة هيدخل بهم معسكر يسافر اسكندري يلعب مطشف فرق بعدها بـ 3 أيام عنده مطش الاتحاد بعدها بـ 3 أيام يوم 21-6 بعدها بـ 3-4 أيام بـ 25-6 مطش الزمالك بعدها بـ 3-4 أيام برضو مطش فرقه في الدوري مش المؤجل اللي هتلاقي بـ مجمعة اللي جاي ده مطش مؤجل لكن المطش اللي هتلاقي في الجولة 26 للدوري هيبقى مطش فرقه يوم 28-6 يعني تركيب جدا وترتيب مبرايات ضغط كبير جدا على فريق النادي الآلي بخصوص المرحلة اللي جاي يمكن ده جدول المصابين بالنسبة للعابين الحالين علم علول وطر أكيليس يعني إن شاء الله أربع شهور وبإذن الله ممكن تكون مدة أقل من كده كمان وقريب جدا بإذن الله كمان هنطمنكم على علم علول في تفاصيل كتيرة أنا عارف الناس كتيرة بتقلق من الأخبار اللي بتسمحها ولكن قريب جدا هنطمنكم وقت ما يكون فيه حاجة لسمية هنعلنها لحضراتكم بإذن الله وسام أبو علي برضو التواف الكاحل وكادمة في مشة القدم بتتكلم يعني يقدر إن فترة الغياب ممكن تكون أسبوعين لكن إن شاء الله ممكن تكون أقل من كده هنعرف ده برضو الفترة اللي جاية بيرسي تاوى بقى الفحص الطبي لما يوصل فجر بكرة وينتظم في التدريب مع الفريق مساء يوم الخميس قبل السفر إلى برج العرب جدول المتشاط زي ما قلت لحضراتكم برضو فاركو 14-6 الاتحاد السكندار في اسكندرية أيضا يوم 18-6 طلاعي الجيش يوم 21-6 الزمالك 25-6 وفاركو 28-6 خمس مباريات في شهر 6 شهر يونيو ولكن طبعا لسه فيه أربع مباريات في شهر 7 هيتلعبوا فيقل من 12 يوم آخرهم ماتش بيراميدز وتمت كمان تحديد ماتش الألمونيوم يوم 19-7 في مؤجل من دور الـ 32 لكأس مصر دي كل أخبار فريق النادي الأهلي المنتخب الأولمبي يمكن كان بيلعب مباريات في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في باريس إن شاء الله يمكن الأيام بتجرب سرعة والدورة الودية أو الدورة الرسمية في باريس هتنطلق في شهر 7 وعندنا 3 مباريات 24-7 مع الدومينيكان 27-7 مع أسبكستان وإسبانيا يوم 30-7 على فكرة المباريات البعض قد يعتقد أن دومينيكان وأسبكستان مباريات سهلة ولكنها البطولة فيها مباريات صعبة وعتلعب مع أسبانيا يوم 30 في ختم مباريات المجموعة وفي موعيد بقى خاصة بتسليم القيمة والمشاركة والسفر إلى باريس للمشاركة في هذه الدورة الأولمبية تاريخ كبير جدا يا رب بإذن الله يقدر المنتخب يحقق فيه إنجاز جيد مع المدير الفني ميكالي يمكن لعبنا مباراتين وديتين مع كوتيفوار كسبنا في اللقاء الأول 1-0 وفي اللقاء الثاني كسبنا 2-1 مزيدا من التفاصيل ومعرفة آخر أخبار المنتخب وكيف يستعد الجهاز الفني للمرحلة القادمة وهي مرحلة حاسمة في إطار المشاركة في باريس نروح مباشرة للكابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي كابتن محمود مساء الفل جابتن الفل إزاي حضرتك عمي الأخبار الله يسلم حضرتك الأول عايز أتطمن منك على المباريات الوديا اللي تلعبت مع الكوتيفوار وهل في فرصة لمباريات الوديا أخرى ولا يبقى فيه صعوبة لنتيجة أنه ما فيش أجندة دولية في الفترة اللي جاي لا والله الحمد لله احنا كان عندنا معسكر من يوم واحد ليوم حداشر لعبنا خلال التوقف الدولي اللي فات ده لعبنا خلاله مباريتين مع الكوتيفوار منتخب محترم لعيبها كويسة محترفين أغلبيتهم استفدنا من التجربة التجربة الأولية ممكن كان أداء مش كويس أو التجربة التانية حمد لله الأداء اتحس أنه زي ما دائما الراجل يقول أنه لازم للعيبة تلعب كتير لأنه فيه برضو لسه عندك لعيبة ما تلعبش مع عنديتها أصلا فلما بيجوا يلعبوا معنا فمع التمرين مع الشغل بيبان الشغل بتاع الراجل فحمد لله كان المعسكر نفيد هنا عندنا المعسكر الجاي إن شاء الله هيكون قبل الأولمبيات من يوم عشر إن شاء الله هيكون مقام في باريس قبل البطولة وبعد كده في مدينة بردو وبعد كده هنروح على نارت إن شاء الله مقر رقمت المنتخب بإذن الله طب عايزة أتطمن منك معد تسليم القايمة إمتى بالضبط هنسلم القايمة النهائية أو الرسمية عشان المشاركة في باريس هي قايمة النهائية إن شاء الله تلاتة سبعة تلاتة سبعة تلاتة سبعة بالضبط 22 العيب طيب فكرة اللعيبة الكبار يعني طبعا أكبر حاجة بتبقى مستحوزة على اهتمام الإعلام اللعيبة الكبيرة اللي ممكن فوت 23 سنة اللي هيستعين بها المنتخب هل في معدلات زمنية لإرسال قايمة مبدئية بأسماء اللعيبة اللي فوت 23 ولا تتعاملوا إزاي مع الملف ده إحنا أرسل يعني خلاص أرسلنا اللي كان فيه اللجنة في سوري القايمة الأولية بعتنا فيه 76 اس متضمنة طبعا لعيبة كبار ولعيبة صغيرين بنبعت كل الأسماء اللي احنا عايزين لبعتها ومن 3-7 بقى إن شاء الله نبعت من الستة وسبعين ده نختار منهم من الاتنين وعشرين اسم إن شاء الله الاتنين وعشرين اللي كانوا كبار أو صغيرين بصف طيب الأسماء اللي فوق 23 سنة أبرز الأسماء اللي انتو حطتوها حتى القايمة مبدئية مين مثلا؟ لا 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 ما كنا قايمة 76 اسم ففيها لعيبة مصر كلها يعني لا الكبيرة مش بتكلم على لعيبة اللي تحت 23 ما بقولك يعني أي حد لابتشيرت المتخب مصر موجود في القايمة دي نفهمها يعني لأن قايمة كبيرة جدا لكن بناء على الطلب باستر ميكالي يعني نحن ما نعلنش عن القايمة دي ونسترنا نعلن على القايمة النهائية من شاء الله طيب لو متاح ممكن مسلا أسألك على عدد لعيب الأهلي اللي موجودين في القايمة في طرق عدد أديه مثلا؟ بص والله بص يعني عشان دي بس رغبة الراجل المدير الثاني نحن ما نعلنش أي حاجة عن القايمة حتى معلنش فأنا أعذرني والله لأن دا طلبه فأنا مش أقدر أطلع عنها أي تفاصيل يعني أنا آسف أكيد طيب هل في خطابات اتبعدك الأندية بخصوص التنصيق للملفات دي؟ خالي 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 عشان ينبرح برضو موضوع دا انتشر إن احنا بعثنا خطاب للنادي الأهلي لأ ما بعثنا في أي خطابات لسه كويس جدا فإحنا خلال ما إن شاء الله الأسبوع با كده في اجتماع مع الراجل نشوف وجهة نظر واستقر على أسماء مين لأن الراجل كان عنده وجهة نظر وطلع تفحي بصراحة يعني على موضوع اللي أنا هعلم من بدري في ظروف ممكن تحسن وهي حصل ربنا يشفي كابتن مصطفى الحمد ربنا يشفي بإذن الله طبعا نت مضغيرة بتبقى كتير فالرجل نستني بغاية آخر وقت يعني إن شاء الله يعني بأكد من خلال كابتن محمود حرب إن كل الأخبار اللي انتشرت إن فيه خطابات رسمية اتبعتت من اتحاد الكورة عبر المنتخب الأولمبي للأهل والأندياء الأخرى بشأن انضموا ملاعبين كل الكلام ده أصلا غير صحيح لسه ما تمش ما تمش ببعتناش أي جباز دائما بقول له حضرتك إحنا لسه ما استقرناش أصلا على أسماء يعني الراجل ما دمش لأسماء اللي احنا هنحتاجه إن شاء الله طبعا على أساس كتبه مش هبعت أسماء وأنا معيشش أصلا لكن ما دمش لأسماء دي السهل هبعت على أسماء بالضبط كده نتمنى لكم التوفيق يا رب كل الدعم لكم وأي مصندة إعلامية أي دور إيجابي ممكن نقوم بي في قناة الأهلي للمنتخب الأولمبي إحنا معكم في أي لحظة وإن شاء الله بإذن الله تروحوا وتحققوا نتائج إيجابية في الألعاب الأولمبي في باريس كانت مدخلة مهمة جدا مع مدير المنتخب الأولمبي وإذا ما بقول لحضراتكم ليس كل ما ينشر ويقال في المواقع وفي البرامج وفي السوشيال ميديا شرط إنه يكون صحيح إمبارح وأول إمبارح كلام كتير يتقال على أسماء لعيبة في الأهلي بدون ذكرها ده المنتخب الأولمبي هياخدها ده الأهلي عنده برات في الدوري إزاي ده يحصل ده الاتحاد بعد خطاب للأهلي والأهلي ما يقدرش يرفض أهو صوت وصورة أهو معي مدير المنتخب نفى نفي قاطع إنه فيه أسماء تم الإعلان عنها أو إنه فيه خطابات راحة للأندية وإنه لسه فيه اجتماعات متتالية الفترة اللي جاية وفيه قايمة نهية هتم إرسالها يوم ثلاثة سبعة فبالتالي كل اللي بيتقال دلوقتي كالعادة فرقعة أهداف يعني قريب جدا هتعرفه الحقيقة وأكيد هيبقى فيه تنصيق كامل على أعلى مستوى لمصلحة الأهلي والأندية والمصلحة المنتخب الأولمبي دي كانت أبرز القضايا والملفات اللي كانت معايا النهاردة في برنامج الترند حاجة أخيرة سريعا كده قبل ما أطلع لآخر أخبار الترند ويمكن مش أخد في أكتر من ديها ديئتين ويمكن لسه جايلي عليها رد رسمي حالا كنت بسأل كده بشوف هو اتحاد الكورة لما جاله خطاب يوم اتنين ستة بيقوله آخر معادل إرسال أسماء الأندية يوم تلاتين ستة هل اتحاد الكورة بعت للاتحاد الأفريقي طلب مد المهلة المفاجأة إن لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها دلوقتي بتاريخ 12 ستة الساعة ستة اللي تلت اتحاد الكورة لم يرسل أي خطاب للاتحاد الأفريقي بيطلب فيه مد المهلة من تلاتين ستة لموعد آخر لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها بعد مرور عشر أيام من ورسول خطاب من الاتحاد الأفريقي لاتحاد الكورة بيقوله ابعتلي أسماء الأندية بحد أقصى من تلاتين ستة الاتحاد لغاية دلوقتي ما بعتش طلب تأجيل او مد المهلة لبعد تلاتين ستة وقلت لحضراتكم قبل كده لما الاتحاد هيبعت هيختار معاد وليكن مثلا تلاتين سبعة الكاف هيرد وهيقول تلاتين سبعة مناسب فانا موافق او مش مناسب فانا هديك مهلة لغاية خمستاشر سبعة عشرين سبعة خمسة وعشرين سبعة لحسب ما الكاف يعلن المعاد اللي هيحدده للاتحاد المصري ولكن حتى هذه اللحظة الاتحاد والربطة لم يجتمعوا ولم يحددوا ولم يطلبوا من الاتحاد الافريقي اي مد لأي مهلة بعد تلاتين ستة نطلع نتابع دلوقتي اخر اخبار الترند طيب اخر اخبار الترند والبداية هتكون معايا في ترند الاهلي والنهاردة فيه كلام صعب وتقيل شوية في الاخبار المنتشرة على الاهلي في السوشيال ميديا حساب اليوم السابع بيتكلم على موقف خالد بيبو من البقاء في الاهلي بعد شائعة الرحيل اليوم السابع قالوا انه تردد اسم خالد بيبو انه ممكن يمشي من فريق الكورة وانه فيه رغبة لدى مرس الكولر في عدم استمراره مصدر في النادي الاهلي قال لي اليوم السابع انه كل الكلام اللي بتقال ده غير صحيح وانه ما فيش اصلا اي مناقشات على حسم مصير اي فرض في الجهاز الفني او الجهاز الاداري وانه اللي بتقال ده مغرد اجتهدات يمكن الغرض لدى البعض انه يعمل بلبلة في صفوف الفريق وانه ملف رحيل خالد بيبو غير مطروح اصلا على طولة المناقشات انا ساكت بقالي فترة على موضوع الكابتن خالد بيبو تحديدا لان طبعا عندنا ملفات تانية بننفيها بقالنا اكتر من اسبوع واثنين لكن بما ان اليوم السابع النهارده سأل مسؤول في الاهلي ومسؤول في الاهلي نفى الكلام ده جملة وتفصيلة انا عايز اقول لحضراتكم ان اللي بتكلم كتير على الكابتن خالد بيبو هو عنده مشاكل شخصية لاسباب شخصية ولكن هل في مشكلة للكابتن خالد بيبو داخل فريق الكورة؟ لا واكبر دليل على كده ان الاجتماع اللي عقد اول امس ما باللجمة التخطيط مع الكابتن خالد بيبو في حضور الكابتن محمود الخطيب وحضور الكابتن حسام غالي كان فيه مناقشة على ليحة الفريق للموسم اللي جاي كان فيه مناقشة على شكل الفريق الفترة اللي جاي في اطار الضغط على لعب تسعة مباريات في اقل من 28 يوم لم يطرح هذا الملف اطلاقا ولم يناقش اطلاقا كلام ده بيتقال زي ما قلت لحضراتكم والنهار ده حتى فيه مصدر في الاهل قالي اليوم السابع الموضوع ده الغرض منه ضرب استقرار الفريق واني فيه ناس عايزة تعمل بلبلة لاهداف شخصية ادخلوا على اليوم السابع واتلاقوا نفس السطر اللي انا قلتم بارح وبيعيدوا دلوقتي وبقولوا تاني للأسف فيه مشاكل شخصية لدى البعض بيستغلها لضرب استقرار الفريق زي ما انتوا شايفين في الايام الاخيرة طيب حساب بطلاط نقل تصريح لمدرب جنوب افريقيا هوجو بروس والجزء اللي كنت اتكلمت فيه على بيرسي تاو مدرب جنوب افريقيا بيقول بيرسي تاو مصاب والعلاج لم يفيد هم حاولوا طبعا ما بين مباراة نيجيريا ومباراة زنبابوي ان هم يحضروا بيرسي تاو للمباراة تانية ولكن طبعا ما كانش فيه وقت بيسمح بذلك ولكن على فكرة بيرسي تاو هنحرص ان يكون موجود مع المنتخب وكان موجود على دكة البودلاء بالامس لكن طبعا لم يتم الدفع به طوال التسعين ديئة هننتظر عودته ان شاء الله والف مليون سلامة على بيرسي تاو الوطن الرياضي بيقوله افشا يبحث عن عرض سعودي للرحيل عن الاهلي وكولر يحسن مصيره تاني بأكد لحضراتكم مرسل كولر لم يطلب رحيل اي لاعب لاسباب فنية بعيدها تاني وحط تحت كلمة اسباب فنية ميت خط كولر لم يطلب رحيل اي لاعب لاسباب فنية وكولر لما تسأل تحب تتكلم في ملف لعيبة ممكن مش محتاجها الموسم اللي جاي قال اللعبة المحلية مقدرش هتكلم عليها دلوقتي انه لسه عندي تسعتاشر مباراة في الدوري يعني اكتر من كده كمان الراجل اصلا مش مطروح بالنسباله انه يتكلم في تفاصيل فنية على لعيبة الناس بتقول انها مشت بدليل او اكبر دليل في فترة من الفترات الناس هيطلق كهربا هيمشي وكهربا عام الموسم افريقيا العالة على مستوى اتقال اكرم توفيق هيمشي عنصر اساسي محمود متولي هيمشي اساسي ولعب مباراة مازينبي وبقى من عنصر الاساس دلوقتي في الفريق ولعب مباراة افريقية الفترة الاخيرة اسامي كتيرة جدا اتقالت طاهر اسم تردد برضو بعد ما عاد عددكة شوية حسيني الشحات لفترة الكلام كتير قوي ولكن استنى لشهر تمانية بس لما ييجي شهر تمانية وتشوف الموقف الرسمي اعمل فلاشباك من ثلاث شهور وشوف يتقال ايه وحصل ايه عشان تعرف تفلتر وتختار مين اللي بيتكلم صح ومين اللي بيحاول يجتهد ومين اللي عايز يعمل فرقعة على السوشيال ميديا حساب المصر اليوم تصريحات لتريزيجية كانت موفقة جدا في موقفه لو رجع بالزمن او حب حتى الفترة اللي جاية يرجع ويلعب في الاهلي البيت وفريقي تريزيجية يكشف موقفه من العودة للاهلي هو لخص الكلام كله في كلمتين بيتي وفريقي وعجب تريزيجية في جملة حلوة جدا قالها قالك لما رجع علعب في الاهلي مش بعلن يدع اتزالي انا هرجع علعب في الاهلي انه واقف على رجلي يعني حتى كده بالنسبة له العودة للاهلي هي مش ختم المشوار لا ده شايف ان العودة للاهلي حتى استكمال مزيد من البطولات والانجازات زي مما سرته الجيدة في اوروبا كورابلس نقل خبر بيقول ان انتوني مودست مستمر مع الاهلي حتى نهاية الموسم القروي بمصر الامر متعلق لسه الموسم مستمر وكده هنشوف الجهاز الفني اكيد هيكمل بالقايمة لغاية نهاية الموسم طيب سؤالت راحناه في بداية الحلقة وقلنا ايه الرسالة لتوجيها للعيبة قبل استقناف بطولة الدوري وتوقعاتكم لين نتيجة استاذة زينب بتقول ركزوا عفوا الدوري يا اهلي نثق فيكم جميعا اجمل جملة قالت ركزوا التركيز ده مهم جدا في الفترة اللي جاية والثقة كمان مهمة جدا في باقي مشوار الدوري استاذة محمود بيقول توقع من كل الفرق ان تسقط البطل هذه بطولة لهم في حد ذاتها الفرق لا تنتظر ولا يهمها السلس نقاط بل يهمها الفوز على الاهلي وفقط والعيش على هذا الحلم اجعلوه مستحيل ناخد رأيي تاني احمد مصطفى مهم جدا الدوري ده لنا لازم تعرفوا اننا عمرنا منشبع من البطولات ولازم تحارب كل سنة على بطولاتها اعرفوا حاجة واحدة اننا اهم شيء عندنا ان اسم النادي الاهلي يكون عالي في السماء الاهلي فوق الجميع ما عنديش توقع بس واسق جدا في اللعيبة وميستر كولر دي كانت ابرز التعليقات على الرسالة اللي طلبناها والناس كلها بتوجه رسالة ايجابية وفيما معناها التركيز مهم وعندنا ثقة كبيرة جدا في حضراتكم في الختام كل سنة وحضراتكم طيبين وقفت عرفات وعيد الاطحى الاسبوع المقبل وبإذن الله بعد العيد نرجع لكم السبت بعد القاضي شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا لكم